موسيقى موسيقى مساء الخير لكل مشاهدي تليفزيون مصابة الحلقة الجديدة من برنامج فيوتشور سبورتس من أكثر من أربع سنوات مر الأنصار بأزمة كادة أنه تطيح بتاريخه وإنجازاته كزعيم للأندي اللبنانية من حيث أحرازه العدد الأكبر من الألقاب على صعيد الدور والكأس والمشاركات الخارجية وكل وقت كان ناطر معجزة لأنقاذ النادي وفعلا تحققها شيء بعد استلام رئيس النادي الحالي نبيل بدر لسدة المسؤولية على رأس الإدارة ومن وقتها التاريخ تحولها النادي لخلية نحل على كيفة أصعاد موسم بعد موسم قدرها الرجل أنه يزيل الغبار عن مكينة العمل داخل أرويكة النادي وهو بالإضافة لضخه للأموال بس ضخ كمان روح جديدة كان بحاجة لقل اللعبين وجمهور يلي رجع للملاعب بقوة من بعد ما حاسبه أنه فريقه رجع ليكون قريب كتير من منصات التتويج يلي ما بيقبل أهل منا وفينا نعتبر أنه الموسم الحالي هو موسم الحصاد بالنسبة للي زرعه نبيل بدر وفريق عمله وقد كان الأول على صعيد التحضيرات الفنية فينا نقول أو عبر تعاودات محلية عالية موفقة بالإضافة لأهلأ لعبين أجنبيين والثالث على الطريق وكان آخر الصفاءات المحلية ربحة وانتقال لعب الصفاء على البابا لصفوف فريق الأخضر بعد علي القتاة نصار نصار بلال نجدة وعمر عويضة الفريق بها الموسم موصل لنهيئ كأس أندية النخبة وخسر دائع 119 قدام فريق النجمة بمباراة كانت مجنونة وتركت ذيول خلفه بعد قرارات الاتحاد اللبناني بحق النادي وحتى رئيسه وللحديث عن هالموضوع ومواضيع أخرى بيطل عليكم اليوم رئيس سيد العنصار لأستاذ نبيل بدر مساء الخير مساء النور كيف الصحة؟ بل في خير حمد الله خلينا بل يشأل عنا أسئلة كتير لنحكيها شو تغير بإستعدادات العنصار هالموسم عن الموسم الماضي؟ دائما نحن كل سنة عم قوم بالحضيرات جدية لحتى نكون من الفرق المنافسة على بطولة لبنان والكاسو إلا أنه هالسنة كانت تحضيراتنا انتسمت بصراحة بالتوفيق نحن اليوم توفقنا باللاعبين اللي كنا عم نسعى إلنوا على مدار ستنين الماضي كنا عم نسعى للاعب وسط يقدر يوصلنا على الجول لبناني وقدرنا الحمد لله سنة بوجود على الأتات أنه نحصل على هذا اللاعب كانت متعسرة بسنين الماضي باعتبار هاللاعب بالزيت هو لاعب منه كتير متوفر هو لاعب نادر موجود بلاعب بفريق أوتناء اليوم قدرنا حصلنا عليه ضمينا لفريقنا الفرق اللي نحن كنا عم نجرب نحصل منه لعبين فرق كبيرة إلا أنه اصطدمت بعض العقابات المالية مما سماح لنا أنه ندخل على متمصر مع الصفا والأسف وقدرنا ناخد نحن الحسن حظنا يعني وسوق حظ الصفا ناخد اللاعب على البابا تب رئيس هل كان فيه لعيبة كانوا على بوستة الأنصار جربتوا الدموم ولمقدرتوا؟ هاي السنة كان فيه لعب واحد بعد هو عبدالله طالب هو لعب ترابلوس وما قدرنا ضميناه لأنه صار فيه تفاوض على اللاعب مع الإدارة وأخذت كثير أخذ وعطى بس بالنهاية بتصور نادي ترابلوس بلغنا أنه هو منه مستعد أنه يتخلى عن هذا اللاعب بركي على السنة الجديدة بس هذا اللاعب الوحيد الذي كنا حاطينه محمد حيدر تكون صدقين كمان دخلنا بتنافس نحن والعهد عليه وآخر شي رسع على فريق العهد والله يوفقه تب رئيس اللعيبة يلي إجهل جديد هالموسم برأيك شو عطيه جديد للأنصار أو زيادة للأنصار وهل هو اللاعبين يلي كان ناقص الأنصار ليعمل البطل شوف دائما بكل رئيس نادي أو كل إدارة بتقعد قبل بداية الدوري وبتقرر تحط قدامها هذا كان هدفنا هذه السنة هي بطولة الدوري من هنزاوية هيدا قررنا أنه نطلع بأرقام يعني أرقام التعاقدات تعيت اللاعبين نحن كل نادي لبناني بحط بجت قدامه لللاعب الأجنبي نحن اليوم طلعنا فيها لمستوى دول خليجية يعني حتى ما بكرة بأثناء الدوري نقول يا ريتنا بها المركز هل قد رح تنصر ميزانية الأنصار؟ هذه السنة ميزانية الأنصار هتكون كتير كبيرة أكتر مرة بطاريخ الأنصار تنصر ميزانيته لرقم بحدود المليونيونيون أكتر؟ أكتر؟ نازل على اللاحة النجوم الأفريقية في سنة 2015 هذا لاعب يركضوا عليه فرق أوروبية وفرق أفريقية كبيرة وهذا الشيء الذي حدث هو كان في الجزيرة وكان في الجزيرة وكان في فريق كبير مصري أخذناه على الطريق اللاعب البرازيلي كمان هو لاعب عالي جدا ومشهور بالبرازيلي يحضرواه على التيفي يتخيل يعني أنه لاعب بيلعب سري بي ويلعب مع السري أب بعض الأوقات لاعب مميز كمان جبنيه كمان بسعر كبير مباراة النجمة ما أعطى يعني هل بعد ما تأقلم؟ أول ما استلمنا أول ما وقع عنا هو كان واضح بكلامه أنا لاعب ما بقدر ألعاب إلا بعد ما أتحضر تقريبا من حدود الخمسة وأربينيون وهذا الشيء الذي نحنا قابلناه وماشيين فيه إلا أنه مباراة العهد ومباراة الساحل كان لاعب لامع بالعكس هو أعطينا لمباراة العهد وهو اللي مرر كل التمريرات تقريبا بمباراة الساحل هلأ هو وصل لمرحلة تعب نزل بده يرجع هداية أقلم وهلأ عم يشتغلوا عليه باثنين ساشين تمرين قبل الظهر وبعض الطريق طب السيد زبيل حكينا عن اللعبين اللي استقدمتون هلأ اللعبين اللي استغنى الأنصار عنهم هل في حدا بعد ما أقول تستغنوا عنهم قبل انطلاق الدوري؟ الحديث هلأ إحنا مثل ما قلت لك حطينا قدامنا لائحة اللعبين اللي بدنا نستغني عنهم واللائحة اللعبين اللي بدنا نوفرها للفريح لاحة اللعبين اللي بدنا نستغني عنهم أراد يستغنينا عنهم إما بإعارة أو إما استغناء كامل واللعبين الجديد أجوا وصاروا موجودين هلأ بتمريننا أو بالمعسكر التدريبي اللي صاير اليوم بالبعض طرق كلهم موجودين بين أصلا بس اللاعب الأجنبي اللي هو هيكون رأس الحربي رأس الحربي مباراة النجمة راح نشوف نحن ويكون ننتقل لنتابع برنامجنا وأكيد مباراة النجمة وصفها بكأس السوبر يلي فريق النجمة كان عم يحسمها بنتيجة 2-0 المباراة يلي انتهت رئيس هون عم نشوفها لصالح فريق النجمة بنتيجة 2-0 النجمة بعد إحرازه كأس النخبة عم يحرز كأس السوبر لقابين بأسبوع واحد وكل هالألقاب مهمة كلنا بنعرف مهمة كتير بس كله هيدا هو قبل انطلاق الدوري هون غلطة الشاطر مألف يعني مهدي خليل مش مقبول هيك خطأ والنجمة سجل هدفين يعني بطريقة كيف شفت فريق النجمة؟ فريق النجمة عم يلعب بتشكيلته عم يلعب بروح عالي كان بمباراة الأنصار ماتش الصفة ما حضرته فراحة بس كنا عم يقدي بقدي كتير حلو أول تايم بعكس فريقنا بس يعني لقلك في فرق اليوم عم تتحضر رح تكون يعني تقارع النجمة إذا ما أحسن النجمة يعني اليوم عندك اللي عندك الأنصار هيكون أحسن النجمة لأنه نحنا لعبنا نقصين كتير يعني نحنا لعبنا بفريق يعني مش هيدا هو الأنصار؟ أكيد مش هيدا هو الأنصار لأنه ولا أجنبي ولا لعيب من جداد لعب معنا يعني نجداد جداد وحتى الفرق حتى بعض اللاعبين كنا نحنا عم يلعبوا كانوا خارج الـ 18 لأنه كانوا اخدين أحمر أو اخدين أصفر بمباراة سابقة يعني النجمة السنة عنده فرق كتير بوجهة يعني فينا نقول لجمهور الأنصار فريق الأنصار ياللي كان مش هيدا هو الفريق ياللي رح تشوفوه بالدوري طبيعي فيه تغييرات كتير شوف كان ظهر الأنصار بمستوى كتير حلو بالمباراة الثلاثة إلا أنه كمان بأكد لك الأنصار هيظهر بمستوى ثابت على مدار مراحل الدوري لأنه الأنصار عم يلعب بمحترفين بعقلية محترف إن شاء الله وحيكونوا على قد اللي نتنا بقولوا والمستوى المطلوب منه طيب رئيس كمان خلينا نحكي عن الفئات العمرية بآخر سنتين في نتاية جميزة كانت هل هيدا شيء لبعدين رح تعتمدوا هالسياسة ليكونوا خزين للفريق الأول وما تضطروا بقى تشوفوا أرام عالية لها نحن كنا عم نعاني دايما أنه عنا نقص بكتير من المراكز بالنادي بفريق النادي بس آخر أيامنا صرنا ما نعطي هاي الأهمية للفئات العمرية باعتبار كان عنا هم أساسي هو تحقيق هو لملة متى البيت الداخلي والانطلاق بالفريق لا يعمل بطل إلا أنه وجدنا نحن معنا هذه الخبرة الطويلة بعالم إدارة اللعبة للفتبول وجدنا أنه لا الأساس بالموضوع هو بناء فئات عمرية على مستوى عالي يستفيد منه الفريق الأول على المضى الطويل وهذا الشيء اللي عملناه اليوم شفت الأشبال تعولنا عملوا بطل 2015 2016 عملنا الناشئين عملوا بطل الفريق ذاته اللي هو عم ينتقل من مرحلة الأشبال للشباب بكرة بيطلع من الشباب للدرجة الأولى هيدا اللي نحن هنشتغل عليه هنشتغل على الصغار وإذا وإنتوا تبعتوا وغطيتوا كمان مدرسة نادي الأنصار اللي عملناها بأسأس وخرجنا الصغار اللي هني من هالأساس بلشنا من براعم الأنصار لحتى يطلعوا كمان للأشبال هول هني خزاننا للمستقبل هول اللي نحن هنشتغل عليهم وهول اللي نحن بنينه إن شاء الله مستقبل عالي بكرة القدر رئيس بملف اللعبين الأجاني بعنا أسئلة كتير يعني نحن نحن وياك بملف اللعبين الأجاني بنحكي كتير عن أسامة الدراجي أسامة شو سار هو كان أحد خياراتنا هو لعبين آخرين كان عندنا كمان لعب آخر برازيلي كنا عم نشتغل عليه الحقيقة بلعبة الفوتبول اللي بده يقطف لعبين على مستوى عالي إذا كان عنده الإمكانية بالأساس لازم يقطفهم بالنهاية الخامس أول السادسة وهذا الشيء اللي كنا نحن قبل ما ينتهي الدورة اللبنانية كنا نحن عم نشتغل على هول اللعبين والحقيقة وصلنا بمرحلة متأدمة من التفاوض ومن المفاوضات مع أسامة وآخر شيء صار فيه خلاف على موضوع الكشف الطبي عنا مشكلة تجدد أنه جانا تقرير من أحد الأندي الخليجي اللي هو لعب مع سنة الماضية أنه هو لعب كان مصاب ما قبل يخضع للفحص الطبي قبل يخضع للفحص الطبي بس نحن ما بق كان يكفينا للفحص الطبي لأنه لما يكون واحد مصاب على فترة زمنية طويلة وأكيد بده تحضير من بعد كنا حابين نشوفه بالتمرين لنشوف حركة العضلات وحركة القدم وأداءه بملعب هل تراجع بعد الإصابة أو بعده محافظ على أداءه ذاته لأنه مرأ بإصابة أخذتهم برات الملاعب فترة طويلة ستة لأثمانة شهر ولم يلعب بفريق السعودي لمبارات وحدي بلا أنه أسامة اكتشفنا أنه لا بالحقيقة نحنا هنا كان خطأ إن شاء الله نقدر ندارك وصلت الجاي ما زال لاعب عالي ووقع مع فريق تونسي على سنة أو على سنتين هذا بالنسبة للاعبين الجانب هلأ تأكد برينو ومولاي والثالث الثالث عننا أكثر من خيار هلأ أنت ما بتعرفوا أنه وصل ريمي على المعسكر مبارع اليوم نحن عم نسعى لضم ضم واحد مشان هيك هنخضع هنخضع ثلاثة للتمرين أحدهم برازيلي كمان هيوصل والآخر مالي مالي يعني رح يوصل خلال ثلاثة أيام كمان ويلتحق بالمعسكر يلا إن شاء الله الله يوفقكم أيضا بإطار المهرجانات الصيفية اللي عم تشهدها المناطق اللبنينية نظم أيضا بمزبوط بأقليم الخروب كان في مهرجان صيفة حلو كتير حاشد وكان الأبرز فيه على صعيد الرياضة تكريم نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة تسلي جودة تشيكر ونجم كرة تسلي لبنينية والأساوي لعب نادي الرياضة فادي الخطيب أقليم الخروب خزان كتير كبير للبنان أعطى بكل المجالات وبالرياضة كمان كيف لأ وعملاء كرة تسلي اللبنانية والأساوية فادي الخطيب هو من منطقة أقليم الخروب فتحت عنوان مع النرطقي بمزبودنا وبحضور العديد من الشخصيات السياسية وأبرزهن النائب محمد الحجار وبالإضافة لشخصيات دينية ورياضية من مختلف مناطق أقليم الخروب ولبنان كرم أهالي مزبود وبلدياتها كل من السيد جودة تشيكر نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة تسلي وصاحب التاريخ الكبير بكرة تسلي اللبنانية والعربية بداية الحفل كانت بكلمة للسيدة نادرة فواز المسؤولة الإعلامية بمهرجانات مزبود 2016 يلي رحبت فيها بكل الحضور وأكدت على أنه مزبود رح تكون منفتحة على جميع الرياضيين والفنيين الموسم المقبل جودة تشيكر اللي اعتبر أنه هالتكريم هو فخر لإله خصوصا أنه عم يجي من أهالي مزبود وأقليم الخروب بيدور عملاق قرة تسلي اللبنانية فاد الخطيب اعتبر أنه التكريم بين أهله وبين ناسه هو فخر لإله وشرف كتير كبير واعتبر أنه السن الجاي ممكن يكون فيه عنده مفجآت على صعيد قرة تسلي بدي أتشكر أول شيء كل الحضور بدي أتشكر الجمعية مع المرضى بمزبودنا أنا بعتبر اليوم عن بكتا هيدا تكريم تكريم أكريم خروب كله مثل معالك الصبية قبل أنه مش مناطقية هي الأكريم كلها وأنا بستخر أنه كون من الأكريم بستخر بوجودة معكم اليوم وبتشكركم فردا فردا وإن شاء الله هيدا المهرجان بيضلوا سنة ورا سنة بنجاح ونحن موجودين معكم وكل الدعم أكيد لهيدا لهيدا المهرجان وكما تم تكريم أيضا عن فلان أحمد قعبور خلال هالمهرجان وبكل تأكيد بلدة مزبود عم تتطلع لأنه يكون مهرجان 2017 متطور أكتر وإلو شأن كتير كبير على ساحة المهرجانات اللبنانية بدي أذكر أنه بالقسم الأخير من برنامجنا فيكم نتابعوا مع زميلتنا هيبة زايدين ميس فتنس وأيضا فيكم تتوصلوا معنا دايما نعبر صفحتنا على الفيسبوك وتويتر رح نبقى مع رئيسة الأنصار الأستاذ نبيل بدر بس من بعد البريك الأعليمي من بعد البريك بنرجع نحن ويكون لنتابع برنامجنا وكمال مرة بنرحب بأستاذ نبيل بدر رئيسة الأنصار رح نوصل لنحكي عن مباراة النجمة الأخيرة حضرتك كنت موجودة على المدرجات انزلت على أرض الملعب اعتردت كثير على التحكيم عصبيتك كانت زايدة البعض قول أنه جمهور تحمس كثير وقت شايف رئيس النادي عم بيعترض على الأرارات التحكيمية شو ردك عاشي خايا نشوفها من زاوية تاني أنا بالعكس لما كنت قاعد من منصة رئيسية كانت الأمور تجري مثل ما لازم إلا أنه أرارات الحكام أو سلسة الأخطاء اللي قام فيها الحكام جبرتنا انزل فلصة أنه الفريق صار ناقص واحد انزل قاعد مع لعبين لحتى شد من أزرهم ولحتى حسسهم أنه المباراة بعنا بين إيدينا أما الجمهور جمهور تفاعل بالحقيقة مش مع حركات الرئيس لا تفاعل مع الأخطاء تفلسل الأخطاء اللي قام فيها حكم المباراة والحقيقة الجمهور ما زعل إلا آخر دقيقة لما قلسلت المباراة أو قبل آخر دقيقة لما حس أنه رغم كل الجهد اللي قام فيه اللاعبين إلا أنه هني خسروا وبالتالي رجعوا تستذكروا المشاكل اللي قام فيها الحكم على مدار الشوطين خاصة انطرد اللاعب عطايا مما خليهم يطلعوا عن طورهم الرئيس مش هو اللي أثار الجماهير لا الحكم وأخطاءه وهذا الشي اللي بدي ألفت نظر الناس قل له اليوم بقرارات الاتحاد اللي حنحكي عنا بعد شوية قرارات الاتحاد صورت وكأنه المشكلة هي رئيس النادي أو النادي أو جمهوره أو لعبينه بينما الحقيقة لا الحقيقة المشكل هو الاتحاد والعناصر الاتحاد اللي هي يعني بالأخص حكامه اللي عم ينزلوا على الملعب وعم بيقوموا بهاي الأخطاء واللي عم بحس الجمهور وكأنه مواجهة ضده دايما لأنه نحنا ولا مرة طلعنا بمباراة بيننا وبين أحد فرق القمة إلا ما طلعنا باحتجاجات وعلى قرارات غريبة تطلبوا حكام أجاني نحنا هذا الشي اللي نحنا عم نسعاله وجهنا أكتر من رسالة للاتحاد وتوصلنا مع كثير من النوادي والنالون قصى النوادي الدرجة الأولى أو النوادي المقدمة مثل ما نسميهم نحنا وهو النوادي لازم يتساعدوا معنا على دفع مصاريف استقدام حكام أجانب وإلا لعبة الفوتبول حتروح رئيس أنت معرض خلال الدورة دورة طويل معرض دايما يصير فيه أخطاء ما بدي أقول أنا مقصودة معرض أنه دايما نصير كل مرة بدي يصير هيك بدك تعتريد وبدك تتفاعل وتنزل نحن الاعتراضات بتصير على أمور كبير أنا منزلت على أرض الملعب وما فهم أبدا يمكن الجمهور اللي ما حضر المباراة هيفهم هذا الوضوع كل إنسان بحب نادي بحب فريقه بده يتفاعل أو ينفعل مع قرارات الحكم في حال كانت ضده هذا الشيء محسوم أنا أعد بالمنصر الرئيسية أعد اتفرج على المباراة وكأنني عم بحضر مباراة برشا وريال مدريد لا أنا عم بحضر الأنصار اليوم الفريق اللي أنا برأسه الفريق اللي أنا عشت على محبته أو ربيد على محبته وما فيني إلا أنه إلا ما اتفاعل مع جمهوره مع لعبينه ومع إدارة الفنية الحقيقة هذا السؤال بينطرح بغير طريقة ويتوجه بغير طريقة للاتحاد دايما الاتحاد بده يغلط ودايما الاتحاد يجب لنا حكيه مش بالمستوى ودايما أنا بعتبر حالي لا مش بعتبر حالي دايما مستدى دايما أنصار اتحاد دايما ماعتبر أنه الأنصار هو الفريق الأضعف بفرق القمي بفرق المقدمة دايما بأي مباراة الأضعف بشو الأضعف الغير مغطى اتحاديا يلي هو يجد نفسه أنه هو قادر يستقوي عليه باعتبار ما هيقدر الأنصار يواجهوا لأنه لا في حالة اتحادية عالية ولا في حالة شعبوية أو جماهرية تقدر تعمل وتساوي متى ما بيعملوا غير جماهير هلأ نحن غيرنا المعادلة لا جمهورنا هيتفاعل غير جماهير إذا ما عنا حالة اتحادية عنا حالة جماهرية هتكبر أكتر وأكتر هتواجه بعد عم قلن هتواجه إن شاء الله بالسلم قرارات الاتحاد هلأ اللي عم تقولوا حضرتك مثلي اللي قلتوا بعد المباراة طبعا أنا عم برجع هل هذه رسالة عم بتواجهها للاتحاد قبل انطلاق الدول انتبهوا نحن هون ما اضغرتوا معنا هيدا اللي لازم يصير اليوم الفورمولا بتغير مش بقى خلاص أنا كنت عم بتواجه يعني مش مكسر عصى الأنصار لا 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 خلاص خلصنا نحنا كنا عم نجرر ما نكسر الجرر مع الاتحاد دائما هو عم يغلط معنا بقراراته بقراراته التنظيمية حتى مش بس بقرارات الحكام يعني دائما عم يغلط معنا ونحن كنا نحن عم نتفاعل بطريقة إيجابية مع هذا الموضوع ونعتبر كأن الاتحاد أخطأ أو كأن الحكام أخطأوا اليوم صدنا أكيدين انه هي القصة موجهة ضدنا لكن خلاص نغير الفورمول اذا نحن كنا عم نحافظ هالجرة وانت كسرت بقراراتك اللي طلعت فيها عالي ترنيع غيرنا المعادلة اليوم نحن لأننا نحن صحبة ولا أنتوا صحبة معنا قراراتكم اللي عم تخذوها بحقنا إذا كانت مننا نعترض ونزيد اعتراضنا أكتر وأكتر وإذا كان قراراتكم جيدة حنزقف لكم من خارج إطار من خارج الصحبة من خارج الإطار الطيب اللي كنا عايشين داخله اليوم الاتحاد أخطأ خطأ كبير لأنه أنا لو كنت محل اتحاد كنت أنا بعتبر أنه يخي الأنصار ويخذوا قرارات خاطئة بحقهم كنت اعتبرت أنه والأنصار ما عم يعترضوا وما عم يعملوا شيء اليوم هني لما نحن اعترضنا أول مرة بطريقة شوية يعتبروها هني بروح بيبعث وإنزار لرئيس النادي معناتها هني حتى سياسيا ما بيعفيش تغلو لأنه أنا أنا الطرف القسران بتوجهولي إنزار فوق منها هاي معناتها أنتوا ما بتعرفوا هتمنتظروا مني جواب أصعب وأكبر هتتصعد الأمور أكتر بالدوري وبالكاس رئيس بالجمعية العمومية الأخيرة رئيس الانتحاد رفض فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي هل نبيل بدر ونادي الأنصار عندهم ثقة بالحكم اللبناني سفر سفر ثقة طب بكرة الحكام اللبناني بديوا حكمولها أنا عم بلك ما عندي ثقة فيهم بديوا يحكموا إذا غلطوا بديوا تقول إنت أصدق مش كل الحكام أنا التديك المرابي أكتر من مقابلة في القليل جدا من الحكام اللبناني اللي فيك تعتمد عليهم بإدارة لعبة تقرات القدم في اللبنان الباقي منه بالمشتوى أو متعاطل حكام مبدنية ونزيل لما بتروح بتعمل المؤتمر صحفي طويل عريض وبتقول أنه هذا الحكم عمل كذا 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 بهذه المباراة تتفاجأ فجأة أنه ما عم بيحكم لك مباراة بيقول لك إنت إذا أنت بعط لنا رسالة خطية طويلة عريضة تقول فيها أنه أنا الحكم مبدية وهذا الصراحة هنحن نعملها هلأ هنحط لايحة بالحكام اللي ما بدنا يهون لنشوف موين يجبون لنا حكام هلأ هيدا الحكام اللي عم تحكيه رئيس من القلب وصريح ومبدئه الانفعال لأنه هيدا بس منك خايف أنه يعني الحكام بكرة هلأ 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 شو بدي خاف أنا لما هلأ هلأ بطريقتي الاتحاد الآسيوي هل بدون نتحمل مسؤوليتهم أنا خسران أنا خسران بكل أحوال لم أريد خافهم لن أقول الحكم عليك لا أقول الحكم يغلط لأ لأ أنا سأقول لك لم أستعرض أكثر من المباراة صارت بيني وبين مباراة بين فرق بقمة الترتيب أين أخطأ الحكم بحق هذيك الفريق أين أخطأ بحق بكل سلسلة الأخطاء اللي صارت بمباراة الأنصار والصفا في انت الماضي مثلا نبدأ بالأنصار والصفا باتبار أنصار وطل الدوري صار في عدة أخطاء لصالح الصفا على سبيل الأنصار جول أوف سايد جول تاني أخذوه بطريقة غير مشروعة وشرحناها عبر حكام جبار بالاتحاد الأسيوي تعرفون وبعد في حكم خب تقريره أنا إماراتي بحكيلي عن الحكم هذيه وكيف تصرف هذي الشغلة ما معرضناها مخلينا ليومه عدة أخطاء كلنا صبت لصالح دعيني أقول لك دعيني أصبت لصالح نادي الصفا طيب على الأنصار ما استفاد بالمباراة لا استفاد شيء خسر مباراة العهد سلسة الأخطاء صارت على فريق الأنصار لصالح فريق العهد منهم بلانتي منحة ثبت ما أخطأوا بالعهد إذا حكم إذا حكم لصمح الله لا يعرف أو حتى نقول لا بدنا نسميه بتسميه لا يعرف حكم لا يوجد حكم على الميلتين ما يوجد حكم على الأنصار هذا دليل آخر النجمة بالزهاب والإياب أكل علينا بالرواحة وأكل علينا بالرواحة واضحة جدا بإيده شال اللعيب بالرجعة وهذا شيء سبب خسرتنا الماتش الأولاني وتعادلنا بالماتش الثاني هذه فرق المقدمة يعني ما أصاب الحكم النجمة بالماتش الأخير الذي حضرناه بالماتش النخبي ما حدث ما عمل لنا النجمة أوت مثلا كورنر نحن طرد لنا لاعب ما بيستحق الطرد ما طرد لنا لاعب بيستحق الطرد هاي شو معناتها هذا تحامل على فريق تجاه فريق آخر فهي معناتها الحكم إذا ما هو إذا ما هو قلبه للفريق الآخر إلا أنه هو عم يسعلي خسرك هيد هيد الخبرية خلصت صرنا حافظينا عارفينينا نحنا بفرق المقدمة بدنا حكام الأجانب هنجيبهم إذا ما قبلوا هنجيبوهن فرق معنا هنجيبوهن حسابنا أما المتوشي الصغيرة اللي هي المتوشي مع الفرق اللي هي المكتب الـ 13 للخامس 12 للخامس نحن هولي هنلعبهم بالحكام اللبنانيين وإن شاء الله يغلطوا شو إن شاء الله غلطوا شو رح تعمل رئيس مالتل لك شو نعمل نحنا معقول دفل معقول تصحب الفريق لا لا بدفل لا بصحب فريق أنا رح لك شغلات هنجيبوهن بالإعلام بالإعلام أنتو أول شيء مؤسسة إعلامية كثير ناجحة وبالفتبول متأدمين أنتو وبعض الأقنيات الثانية أنا رح وصل رسائل عبر هالإزال يوم ما ما حينعمل ملف فيهم آخر شيء إلا حدا نشوفهم قدام أهلهم رح يستحوا يتطلعوا عبو جه أهلهم إذا بيستحوا يتطلع عبو جه أهلهم ويقولونه نحنا زعبرنا على الأنصار عبر هالملف أنا رح فكر مثل ما حضرتك عم بتفكر أنه ناد الأنصار مستهدف وحكام عم يزال وعم بيخسره وغيره إذا أنا بديفكر مثلك اليوم لو بدك تحط ميزانية 10 مليون دولار وتجيب أبرز اللعبين ما رح تقدر تعمل شيء بس أنا بنفس الوقت ما فيني ما أعمل شيء فنيا أنا عم بحكي ما أنا عم بحكيك فنيا إذا أمتار مستهدف وأنا عم بقول لك فنيا ما فيني ما أعمل شيء لأنه أنا عليا فشلوني ما أنا فشلت وما أنا ما أنا اللي زعلت هالجمهور الأنصار الناطرة البطولة بنهاية الموسم أنا عليّ اشتغل لها الجمهور اشتغل لأنا وهالإدارة لرفع البسمة على وجوههم إذا رفعت البسمة بيكون بأداء بأداء وأداء إدارتي أما إذا هني أصروا على أفشالهم عبر قرارات تحكمية كذا بتحملوا هني المسؤولية مش أنا ما فيني أنا شارك هالاتحاد الفاشل بحكامه ما فيني شاركهم ضغطهم على جمهوري وتخسيرهم للجمهور فيني أنا أعمل اللي عليّ وهني بيعمل الانباري اللي توجه لألك بتعميم الاتحاد هل شو عم تعمل هيك انزار يمضوا بالدنيا أنا كمان فيني كعضو الجمعية العمومية معلقت عليه لا لا ما بدي علق عليه ما بهمني اللي بهمني أول شي بس هده مش رسالة فينا نقول استبائية قبل الموسم لموسم رح يكون مشحون بينكم وبين الاتحاد مظبوط هني اللي عملوها بالانزار انشحنت الأمور وتبين أن الموضوع رايح نحو التصعيد فهنا نبلش من أول ماتش سنكون بالسلام عندكم بزغارتها عنا شفو بزغارتها فوق عد مضامتي فوق نعم بزغارتها فوق قولنا نحنا بزغارتوية يا صحاب فما هيكون عندنا مشكلة إن شاء الله بس بنهاية المباراة بيبين معنا كيف هيكون أداء الحكم ونقدر على أساسها ناخد قراراتنا بس أنا بدي شفتوا في سلسلة قرارات ظاهرة أو بالاتحاد هي تدليل يعني سلسلة مغالظات أصلا عم بغالطوا حالهم بقراراتهم وحيطلع فيها بيان عن نادي الأنصار بوقفو لك إدارة قال مدى الحياة ما في قانون بيقول إنه في إدارة بيوقف مدى الحياة طب أنتوا عادة بقراراتكم بتحطوا عطفا عطفا على المادة رقم كذا أي مادة أنتوا عطفتوا عليها اللي حتوقتوا مضى الحياة ما في مادة اخترعتوا قانون اخترعتوا مادة بالقانون ووقفتوا على أساسها مثلا في قرار يعني قرار كانوا بإيقاف لاعب مبارايتين ما بحق لكم توقفوا بالقانون بحق لكم توقفوا مباراة واحدة يا النخبة يا الدورة وقفوا بالتنين هذا الدليل شو موترين مثل ما كان الحكم موتر هن موترين بدون صدروا قرارات بحق هذا النادي تكلفونا مع الخبرية اربعة خمسة مليون او اللي هن بدأ أضرار المدينة الرياضية يخيي انتو كيف خصكم قللنا عطوكم تقرير المدينة الرياضية قالوا لكم إدارة المدينة الرياضية الموقرة اضحق الأضرار اللي تبلغونا انتو قل كيف انتو تمنتو انتو بتكن تخسموهم نحسابنهم سألت إذا ما اعطوهم المدينة حكيت مع المدينة وقالوا لي نحنا معطيناه هنا أصلا نحن مع المدينة خلصنا كيف اننا يبلغونا نحن اتفعنا لهم للمدينة قلنا لهم تعهدنا لهم ونحن نتفعل كلفة الأضرار طب انتوا كيف عم تكلفونا حكم كلف بالمستشفى المكاس اذا انا تعطيت معه وتواصلت معه واعتذرت منه باعتبار هو اول اصلا ماش هو له مستهدف ولا الحكام مستهدفين الا انه هو كمان حكم طيب وكويس وما مغلط معنا واعتذرت كثير منه هلأ بجع ايدي الاعتذار منه على على الشاشة التلفزيون وبعتنا شخص ليتابع الموضوع معه بالمستشفى ونحلت الموضوع في 350 قرار مليون و300 قرار يربحوا الاتحاد بالأمور كمان يعني مثلا نفهمت عندهم شركة طبية بتدفع للمستشفى وبتقبض من الاندية يعني نفهم شو الصيغة عطلوا ضرر قال عطلوا ضرر شو ثاني يوم تمرن الصبي ثاني يوم كان عميركم بالملعب البلدي والشباب تصوروا معه او صوروا رئيس تعليقك كيف اليوم مع رئيس الاتحاد ومع الأمير العام؟ والله هي انا بسلم عليهم كل ما اشوفهم وببوصهم بس هي مش علاقة مرحبا وغدا وعشا لا هي علاقة اداء لازم نحن نقدي لازم يعني هن يكون اداء مماثل لاستقبالهم وابتساماتهم واعداتهم المعنى مش هي ابتسامة من بعدها قرار مشحف هلا كلنا منتذكر الموسم مش الماضي اللي قبله وقت فريق الرسينج بقي بالدرجة الاولى ما قبل فريق التاني يتحمل نفقات الحكام الأجانب هل انت اليوم كنادي انصار اذا نادي الاخر رفض انه يتحمل نفقات تتحمل نفقات كل الحكام؟ طبعا مستعد؟ طبعا انا بدي ادفع نفقات الحكام بس انا ما رح اترك مبنية على نفقات الحكام الحقيقية مش مثل نفقات المستشفى او نفقات المدينة الرياضية على نفقات الحكام الحقيقية هن بيتواصلوا مع الاتحاد اللي هن بدون ايه وبقولوا لنا التفاصيل ونحنا منقول لهم ايه او لا بناءا على معطياتنا نحن كمتين انا شربك مي هذا الوقت لان انا احبب كثير صراحتك هلي لي ايكا وهيك تعودنا عليك نهاية كأس بنين بتنس اللي تبعتوه مباشرة عبر شاشة التلفزيون المستقبل لسن الخمسة على التوالي كان نيدل جولف عم يستضيف مسابقة كأس بنين وايضا نجيب فاكيه بطل جديد لهالمسابقة تقرير من تابعه سوا اقتتمت مسابقة كأس بنين لتنس اللي استضافة نيدل جولف على ملاعبه ببيروت ببير حسن وتمكن نجيب فاكيه المصنف تاني بالدورة انه يتغلب بالمباراة النهئية على كارلوس شمس المصنف سيدس بمجموعتين لسفر وبنتيجة ستة ثلاثة وستة ثلاثة وهيك نجيب كان عم بضيف لقب الفردة للقب الزوجة يلي احرزوا مع ميشيل سعادي بفوزهم بالمباراة النهئية على كارلوس شمس وسيدريك سميحا بنتيجة 2-0 وهيك بهاللقاب بيكون نجيب عم بيخلف إبراهيم بوشهيني اللي احرز اللقاب السن الماضي بفوزه على أنطوان بريقه بالمباراة النهئية وبأبرز النتائج اللي تسجليت فوق الخمسين سنة مارك سرويني عم بيحرز اللقاب بفوزه على فؤاد خاطي وتحت 18 سنة سيدريك سميحا أحرز اللقاب على حساب سيريل جحشان أما عند السيدات فاتمكنت نور ديب أن تحرز اللقاب بفوزه على سارة زين الدين بمباراة قوية بنتيجة 2-1 وأخيرا كان لقاي سامهون يحرز اللقاب فوق العربين سنة بفوزه على عمر صادق بالمباراة النهئية منتبع نحن ويكون أيضا مع خبر محلي ورتقى الرئيس الجو أولمبي اللبنية السيد جا هميم وبحضور الأمين العام العميد متقاعد حسان رستم وفد اللجنة التأساسية للإتحاد اللبناني للإعلام الرياضي اللي عم بتتابع أيضا اجتماعاتها وهي اللي رح نتمنى له إن شاء الله كل التوفي على كل حال بعد ما خلصنا مع رئيس سيد الأنصار لأنه بعد عنا إشة كتير بدنا نحكيها بريك علينا جديد ومنتابع من تابع نحن ويكون فيوتر سبورتز رئيس سيد الأنصار الأستاذ نبيل بدر من بعد ما شربت ماي رأت هلا كله تمام بده يكون نفسك كتير طويل إن شاء الله لأنه إذا كملتك رح ينشفوه لك رئيك عبكير يكون مرتاح أكيد أنت مرتاح أصلا أنه أنا نفس إن شاء الله بيقدر يخلص الدورة تعيتي لبعد ثلاث سنين وإن شاء الله بيكون الأنصار عمل فيها أكتر من بطولة نفس طويل ما تعتقد العمل إن شاء الله عودت جمهور الأنصار بحضور قوي شوفناه بكاس النخبة برأيك هيدا مؤشر لشو هلا أول شي مؤشر هلا أنه بنيتوا فريق كتير قوي يعني كأسامة على مدار السنين على مدار السنين بل اللي أطعت يمكن هاي السنة أو هديك السنة كمان حسوا جمهور أنه صاروا قراب أو سنة اللي قبل حتى أنه صاروا قراب من حصد أحد الألقاب أو من قطف لقب البطولة هاي السنة عندهم سئة بنفسهم أكبر وقايدين بين نفسهم بين بعضهم أنه هاي السنة إن شاء الله هو موسم لندى الأنصار هيدا الجماهير بدت ضل تتوافد للمباريات طول ما هو الأنصار عم يقدي صح وكل ما هو مستويه عم يطلع أكتر هاي الجماهير هي زيتا اللي حتلحق ندى الأنصار ببطولاته الخارجية إن شاء الله لما الأنصار بيحصد بطولة الدوري أو الكاس وبينتقل للاتحاد الأسيوي هيدا الجماهير هي زينة لعبة كرة القدم في لبنان الجماهير زيتا هاي أنا اليوم بديوجه لها رسالة أنا اليوم هني مجتمعين بالحقيقة رابطة ندى الأنصار مجتمعين بالملعب عنا من كل المناطق اللبنانية اجتماع كتير حلو اجتمعوا أكتر من مئة واحد من الرؤساء الروابط مجتمعين لحتى يحضروا للموسم الجديد هيدا هي نكة كرة القدم وهيدا هي نظام المؤسسات نحن مؤسسة ندى الأنصار عم تشتغل على إعادة هيكلة جمهورة من خلال هيكلة الروابط تعييتها ما بعرف إذا طب هول يلي وصفتهم بالقلة الأليلة من الجمهور أي يلي بيعملوا مشغابات هول بالنهية هول جمهورنا بس هول طبعا جمهورنا نحن 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 نتخلى عن حدا نحن نقول من دسين نحن نقول من دسين هول جمهورنا إلا أنه هن ينفعلوا بطريقة أكتر من هول نحن ندجنهم وندخلهم ضمن الروابط تعييتنا ونرجع نعيد تركيب جمهورنا مثل ما كان الجمهور المثالي الجمهور اللبناني المثالي ما بدي بكرة تشوفوا مثل ما عمل جمهور الأنصار لا مثل ما عمل جمهور الأنصار بالحق بتشجيع الحضارة بالملعب بمؤذرة الفريق وينما راح هذا هو جمهور نادي الأنصار وبدأ لهم وقلت لهم قبل بمرة الأنصار هو صح نادي بيروت محيطه الصغير إلا أنه كمان بنادي الأنصار في ناس بين كل المناطق بتجيب تحضر معكم المباريات الأنصار انطلق من بيروت إلا أنه انطلق لكل لبنان الأنصار صح في طرف طاغي فيه يمكن تيار سياسي معي أين أنا اللي بدي وصلك غير تشجيع فيه شعارات عم تطلع خلا عم نحكي عن جمهور الأنصار طبعا نحكي عن غير جمهور دلنا نحكي عن حال عم يطلع شعارات سياسية مذهبية وغيره وغيره طب هيدا لا يجوز هيدا الشي اللي نحنا عم نشتغل عليه بإدارتنا ومن خلال روابطنا ومن خلال يعني نحنا فيه التقاء مباشر كمان وفيه لقاءة كثيرة عم بتصيل مع الروابط لحتى هاي المواضيع بقى نشيلها عجنب ونرجع نشجع كما كنا نشجع من قبل أنا بدي ألفت نظر مشجعيننا إنه جمهورنا جمهور من كل المناطق اللبنانية بدي تنتبهوا لما تكونوا عم بتشجعوا ما تأذوا ولا حدا من خارج إطاركم المحلي لإطاركم البيروتي لأنه ابن جنوب لما بيجي لإحضر المباراة تكون تحطوه على رأسكم مثل ما ابن البقاع مثل ما ابن الشمال مثل ما ابن الضاحي هيدا الشي هو اللي بلغ اليوم لاتحاد روابطنا اليوم نحنا الأنصار نعود وبقال لك لأنه نحنا لما عم نشوف المشكلة بغري عم نركض نعالجها وهلأ حيتم معالجتها من قبل بداية الدورة حتى نستبقى الأمور على أي مشكل قد يحصل رئيس بعد مائة ديئة أنت معا سعر تخفيض بطاقة دخول للملاعب أنا معا يدخلون بلايش بلايش طيب بالنهية نبيل بدر شو بده من الأنصار قلت أكتر من مرة وحق أرجع عيدا أنا الأنصار فريق ربيت على عشقه وشفته هو عم يحصد بطولاته وشفت كيف كان الجمهور كله مسرور من كل المناطق بوصول الأنصار لهالمراتب هيدا وبالنهاية لكتاب جنس بده كمان لأن نبيل بدر يكون مساهم أساسي كمان بس الفرحة بقلوب مشجعين نادي الأنصار وبنفس الوقت يعمل شيء شيء إيمي إضافي للنادي شيء حركة جديدة على الكؤوسة اللي عنده لحتى يقول بالنهاية لحتى مثلا بيقوله يكفي أو يحس أنه عمل شيء ما كان قردي معمول من خلال بطولة أسيوية نقدر ناخده إن شاء الله هلأ إذا لا سمح الله يلي عم تتمنيه ما زبط وما في لقب هالسنة نبيل بدر بيأس لا نبيل بدر يعني عم يعمل يوم بيأس يوم اللي ما بيقدر يعمل اللي بده يعمله بس بمعنى إنه ما بيقدر يقدم اللي لازم يقدمه أنا عم بيقدر أدم كل شيء الأنصار بيحتاجه لا يعمل بطل إذا ما عمل بطل ما بتكون مسؤوليتي عشان هيك ما بيأس أو ما بحس بعقدة الزنب لأنه أنا عم بعمل كل شيء بيقدر أعمله لحتى الأنصار يبقى منافسة على بطولة الدورة والكاس على كل حال خلينا نقدم كمان تقرير جديد قبل ما نختم مع رئيس نادي الأنصار نادي الأهل سربا اللي عم يرجع إن شاء الله بيرجع بقوة ملعبه القديم صار ملعب جديد تم زرعه بالعشب نشوف نحن وياكم افتتاح الملعب سوا افتتح نادي الأهل سربا ملعبه الجديد وهو ملعب سربا القديم وبحلة جديدة وهاشي كان مساء الجمعة وبرعاية رئيس اتحاد بلدية كسروين والفتوح رئيس بلدية جوني الشيخ جوان حبيش وكان تم إعادة تأهيل الملعب الكائن بمنطقة سربا الأطوصرات خلف مطعم الماكدونالدز وتم زرعه بالعشب وإنارته وهاشي بمبادرة وتجيع من اللجنة الإدارية للنادي الكسرويني وكان دعا رئيس النادي الأهل سربا فضل الله الشامي اللجنة الإدارية للنادي كل فعاليات سربا وكسروين السياسية والروحية الاجتماعية والرياضية ومشجعي الفريق وأبناء سربا لحضور حفلة الافتتاح ومن المؤرر أنه يتم اعتماد الملعب للأكاديميات وغيرها من المباريات الرسمية الإصابات الرياضية هي الشبح المرعب لأي رياضة بس اليوم ومع تطور العلاج الفيزيائي أصبح من الممكن تخطي معظم أنواع الإصابات التقرير التالي بعرفنا على طرق الوئي والعلاج مع تطور الرياضة بكل أشكال على السعيد التصويق الفن وحتى الجسد ظاهرة غريبة عم تصيب اللعبين الشباب في لبنان وهي الإصابات بعمر صغير هذا الشي غريب لأنه بهالعمر من المفروض يكون فيه إصابات لمعرفة الأسباب زرنا مركز فيزيو كار للعلاج الفيزيائي المتخصص بالرياضة والدكتور أحمد كيليني لا يشتحن عن هالحالات اللفتة مظبوطة عم بيصير فيه إصابات كتير وخصوصا عن سن الشباب اللي هن يعتبروا نحنا بالنسبة لألنا بداية حياتهم الرياضية عم بيصير فيه إصابة للأربطة مثلا واحدة منهم مع أنه فيه إصابات تانية خطيرة كمان مثل الارباط السليمي هلأ هذا الموضوع بيدخل فيه بأشياء كتير يعني سؤال مركب كتير كبير فينا نبلش من الثقافة الرياضية للإعداد البدني لواقع الملاعب لواقع الأندية فينا نفوت بالتأهيل البدني فينا نفوت بأشياء كتير طالما الإصابة منا مباشرة الإصابة للرياضي مش معناتها أنه تتوقف مسيرته أو يتراجع مستويه وهالشي صار من الماضي مع العلاج الحديث نحن فينا نرجعه أكيد فينا نرجعه السبب الأساسي هو صراحة المادي لأنه العلاج الفيزيائي هو يعني بارت كتير كتير غالي بالنسبة لعلاج هيد الحالي اللي بتمتد تقريبا لست شهور علاج الفيزيائي لأنه هو بين أصم العلاج تباعة لثلاث أصم الاسم الأول اللي هو علاج الإصابة المباشرة تقريبا بتاخد لها في شهر بعدين عملية التأهيل البدائية اللي بتنزل على الملعب وفيها بفوت السباحة والشغلات التانية والشغلة التالتة اللي هي تأهيل بالملعب مع كوتش أو مع أنترانور كتير أعرف حال وشو عم يعمل التطور ووصول العلاجات الحديثة إلى لبنان بتعطي الرياضيين دفعة وهذا الشي صار موجود بلبنان وببيروت كمان نحن عندنا تقريبا كل شهر أو كل شهرين في عندنا نظريات وتطبيقات جديدة عم تنزل يعني من نحن شخصيا حاليا اللي عم بيصير بلبنان أنه فات الإختصاصات على العلاج الفيزيائي وهذا شغل كتير مهم من ضمن هالإختصاصات هي السبور النيرو عنها فيه الأوستيو عنها فصارت الفيزيوترابيوت الزملاء عم يتوجهوا على إختصاصات معينة وعم بيصب اهتمامهم بمادة واحدة كمال هاك نحن عم نكون متطورين جدا فيزيو كار مركز متطور للعلاج الفيزيائي وبضم أحدث التقنية المستخدمة بأوروبا وأيضا خبرة كبيرة للدكتور أحمد كيلاني يلي بيعتبر أنه تحضير العضلات بشكل جيد قبل أي نشاط رياضي هو كمان من أفضل طرق حماية الرياضيين من الإصابات نتابع نحن يكون رئيس عندي سؤالين على السريع بعد مباراة النجمة على السوشال ميديا فيسبوك وغيرها في كتار هجموا جمهور الأنصار ووصفوهم بعبارات كتير آسي شو ردك على هالشي ودفاعك عن الجمهور هلأ واقعا خلينا نكون نحن يعني موضوعيين فريق الأنصار جمهوره كان جمهور غير يعني غير مثالي وتصرف تصرفات شائنة خوصا ببعض الهتافات غير مقبولة أبدا ما في شك أن الفريق المقابل كمان عنده بعض الهتافات الطائفية أو اللا أخلاقية كمان مثل ما عملوا جمهور الأنصار بس إلا حد كبير كانوا انضبطين أكثر منها وتفاعلوا كمان بطريقة حضرية مع بعض الهتافات الأنصارية الغير لائقة هلأ اللي نحن نعملوا موضوع السوشيال ميديا اللي نحن نشتغل عليه من بعد رأس صنع نحن نعمل حالة معينة على السوشيال ميديا هن نجرب ونجمع كل روابط نادى الأنصار وكل الصفحات اللي هي الفانس تقوموا نادى الأنصار هن نجمعهم بصفحة واحدة ونقدر من خلال نعمل كونترول أكثر على الكلام اللي بيصير على السوشيال ميديا هلأ أنا ضد أنه نواجه بعضنا على السوشيال ميديا بس هيدا حال الدنيا يعني والكل بيحكي على كله انتخابات الاتحاد رح تكون بقابل 2017 هل إذا تعرضتوا لأي ظلم تحكيمي من هلأ فيش رسالة بدك توصلها هلأ أنا ما كتير متابع موضوع انتخابات الاتحاد بس بتصور اني حتكون من سنتجة من هلأ لأوقت بتعرف أنت هاي تبقى فيها تركيبة كبيرة يعني بوصا فيها بعض الحالات السياسية بتفوت ببعضها لنتركب الاتحاد لنشوف من هلأ لأوقت وين بتكون مصلحتنا ومنشتغل على أساس رئيس الله يوافقك يعني ما رأي لك أكتر من هيك أنا بشكر سراحتك وبشكر حضورك لعنا على السوديو وإن شاء الله كل توفيق لنادي الأنصار بالموسم الجديد تانكي وميرسي على المي الله يخليك هلأ رح تشربك بعد ماي خليكم معنا لأنه من بعد البريك رح تنضم لقلكم زاملتنا هيبة زايدين مسفتنس وإلى اللقاء